موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص من المؤسف أن يتراجع اهتمام الرأي العام بما يجري في مدينة القدس المحتلة إذ من الواضح أن موجة الاهتمام موسمية ومؤقتة وترتبط بأحداث كبرى مثل التي شهدناها في رمضان الماضي هذا التقلب يراهن عليه الكيان الصهيوني من حيث معرفته أن الردود الفعل تأتي موسمية ومؤقتة وقابلة للتغيير تحت وطأة أحداث كثيرة الكارثة هنا تتعلق بهوية القدس عموما والتغييرات التي تجري داخل البلدة القديمة أو الحرم القدوسي أو الحزام الفلسطيني المحيط بالقدس المحتلة الذي كان يعد سابقا حزاما من القرى المقدسية لكنه أصبح اليوم في عمق القدس وإلى جوار المسجد الأقصى المبارك ومرتبطا تماما بالقدس ومحيطها للحديث والنقاش حول الأوضاع الفلسطينية ولسيما في القدس والداخل الفلسطيني المحتل معنا مباشرة من الناصر الأستاذ الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل وأحد أبرز المدافعين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة الذي كان آخر اعتقال له في مايو الماضي حيث أبعد بعدها عن بلدته كفر كنة لمدة 45 يوما وهو الآن معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك مرحبا بك معنا أستاذ كمال مرحبا بكم حياك الله وعلى المشاهدين الكرام أهلا بكم دعنا نبدأ معك باعتقالكم الأخير وإبعادكم عن بلدتكم الذي جرى على خلفية الأحداث الأخيرة في رمضان الماضي وما سمي بمعركة القدس كيف تصف أو تعلق على تلك المرحلة المهمة بسم الله الرحمن الرحيم المرحلة إياها كانت تمثل في الحقيقة امتداد لما بدأ جليا واضحا من بداية شهر رمضان المبارك حينما بدأ الاستفزاز وبدأت الاعتداءات اليومية من الإسرائيليين عبر الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى المبارك ثم التهديد بإخلاء أهالي حي الشيخ جراح ثم كانت الخطوة الثالثة التي تمثلت بنصب الحواجز الشراطية في ساحة باب العمود الساحة التاريخية التي حتما كل من يريد الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك فلا بد أن يصل إليها هذه مع بعضها البعض بدأت ترفع منسوب الاحتقان بشكل يومي الأمر الذي وصل ذروته حينما تم إعلان الجماعات اليهودية عن اقتحام للمسجد الأقصى المبارك يوم 28 رمضان بالتالي أصبح شعبنا أمام خيارات محدودة إما أن يحول دون هذا الاقتحام ومنعه وإما أن المسجد الأقصى المبارك سيستباح المؤسسة الإسرائيلية عبر شرطتها طبعا واضح أن هذا كان بغطاء حكومي سياسي فقامت بالسماح للشرطة بالاعتداء ودخول المسجد الأقصى المبارك صباح يوم الجمعة قبل ليلة القدر بيوم واحد وهذا ما ساهم أكثر في استفزاز المسلمين هو رمضان هي ليلة القدر هو يوم جمعة وما ذلك تم اقتحام المسجد الأقصى المبارك شعبنا الذي تنادى للحضور للمسجد الأقصى يوم الأحد 27 رمضان وبات الآلاف من أبنائه بالعشرات الآلاف في المسجد الأقصى المبارك وفعلا ما حصل فجر الاثنين أن الشرطة قيمت الوضع ورأت أن هناك آلاف مؤلفة من الفلسطينيين بقوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك فكان قرارها بعدم السماح للمستوطنين بالدخول لكن هي نفسها دخلت واقتحمت وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي والاعتداء بالهروات على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك ودخلوا إلى المسجد وحطموا شبابيك المسجد الأقصى المبارك تشرفت أني كنت تلك الليلة مع ابناء شعبي هناك بيتنا ليلة في المسجد الأقصى المبارك وكانت لي كلمة تشرفت مرة أخرى بالمساهمة بتثبيت الشباب المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك لكن بعدها بيوم ومن خلال اتساع حلقة الانتصال للمسجد الأقصى المبارك والتي شملت الضفة وغزة والداخل الفلسطيني والشتات فكان أن أعلن نتنياهو عن الضرب بيد من حديد على المحرضين ثم بعد يوم واحد جاءتني رسالة على الهاتف تقول أنه تم تشخيصك بأنك شاركت في أعمال عنف في المسجد الأقصى وستتم محاسبتك وكانت توقيع طبعا بتوقيع المخابرات الإسرائيلية وفعلا بعد يومين يوم الجمعة ثاني يوم من أيام عيد الفطر المبارك كانت مداهمة بيتي بقوة من الوحدات الخاصة واعتقالي الأمر الذي قاد طبعا إلى حالة مواجهات في القرية التي أسكنها قرية كفركنة أسفرت عن 103 إصابات من أبناء شعبنا أصابتهم رصاصات الغدر الإسرائيلية نعم وقد شاهدنا ذلك مباشرة على الهواء شيخ كمال لكن هل تعتقدون بأن هذه الأيام شكلت مرحلة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني فالمراقبون يقولون بأن هذه الأحداث استطاعت أن توحد جغرافيا فلسطين سواء معادلة غزة القدس أو القدس غزة ودخول مناطقنا المحتلة 48 في هبتهم لنصرة الأقصى من الاقتحامات والضفة الغربية كل الوطن كان أمام مرحلة جديدة هل تعتقدون أنها قفزة في الهواء أم أنها تكرس بالفعل لمرحلة جديدة في تاريخ نضال شعبنا الفلسطيني لا لا أنا أعتبر أن هذه الأحداث التي وقعت في شهر رمضان في شهر أيار الأخير كانت تمثل نقلة نوعية ومحطة فارقة وحالة تراكم في إنجازات شعبنا في مواجهة المشروع الصهيوني أنا لا أقول أن بإمكان شعبنا في الظروف الحالية يعني تسجيل ما يسمى الضربة القاضية وإنما هي حالة تسجيل نقاط لصالح شعبنا الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية من يرجع إلى العام 2017 تحديدا في شهر تموز من خلال الوقفة المباركة والرباط المبارك عند باب الأسباط ثم إفشال مشروع نصب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك واضطرار الشرطة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية لسحب تلك البوابات الإلكترونية فكان هذا يمثل نقطة لصالح شعبنا في مواجهة مشروع التهويد للمسجد الأقصى في العام 2018 تم إعادة فتح باب الرحمة عبر دخول الآلاف من أبناء شعبنا إليه وكسر الأقفال وإعادة افتتاحه مصلى وهو الذي سبق وقد أغلق 17 عاما متواصلة بأمر الشرطة الإسرائيلية كان هذا يمثل نقطة أخرى لصالح شعبنا جاءت الأحداث الأخيرة بنصب كما قلت الحواجز الشرطية في باب العمود ومحاولة فرض أجندة جديدة في ساحات المسجد الأقصى المبارك لتكون هبة الكرامة ليلتحم الكل الفلسطيني مع بعضه البعض لتؤكد بعد ذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها كانت أمام ليس فقط هبة أو حالة ثورية بقدر من أنها تمثل انعطافة جديدة عبر هذا التواصل بين الكل الفلسطيني ورمز هذا التواصل كان هو المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي ذكرهم بضرورة أن يدركوا أن المسجد الأقصى المبارك طالما كان يقلب الطاولة وكان يبعثر أوراق المفاوضين بل إن المسجد الأقصى المبارك بما يحصل فيه دائما كان يمكن أن يكون له انعكاس على شكل هزات ارتدادية ليس على المستوى الفلسطيني بل على المستوى العربي والإسلامي لا لشيء إلا لأنها قدسية الزمان والمكان نعم كما جرى في انتفاضة الأقصى عام 2000 عندما دنس شارون عتبات المسجد وانتفض الشعب الفلسطيني اليوم نحن نستذكر العبارة المشهورة للشيخ رائد صلاح فرج الله كربو وهي عبارة القدس أو الأقصى في خطر وكثيرا ما كنا نتحدث عن التقسيم الزماني والمكاني كستراتيجية ومخطط من سياسات الاحتلال لكننا انتقلنا اليوم للحديث عن مرحلة التأسيس المعنوي لما يسمى الهيكل أو المعبد على أرض الأقصى المبارك نحن أمام مراحل خطيرة في الحقيقة شيخ كمال وازدادت شراسة حتى ما بعد معركة القدس الأخيرة ما تقوله صحيح مئة بالمئة أن هناك حالة تعمد في استهداف المسجد الأقصى المبارك وكأن شيئا لم يحصل قبل خمسة أشهر أنا لا أعتبر أن هذه جرأة فريدة من نوعها في قادة المشروع الصهيوني ومن خلال حكومة بينت بقدر ما أنها الاستفادة من ظروف المسلمون والعرب هم سببها بل هم العنصر المشجع عليها الأمر الذي جعل المؤسسة الإسرائيلية من خلال الحكومة لكأنها تشعر بأريحية تشعر بطمأنينة أنها وأمام كل خطوة تصعيد تجاه المسجد الأقصى المبارك فهي كأنها تستند إلى جدار صلب هذا الجدار الصلب في تقدير عناصر ثلاثة العنصر الأول هو مشروع التطبيع الذي تقوده أنظمة عربية تتسابق تتنافس في كسب رضا إسرائيل هناك افتتاح سفرات الآن هناك شركات طيران باتت تقلع وتحط من مطارة الأبيب بشكل يومي هناك طلاب في الجامعات يدرسون في الجامعات الإسرائيلية هناك حضور لمعارض هناك وهناك هذه كلها مع بعضها البعض باتت تمثل حالة طمأنة لقادة المشروع الصهيوني هذا أولا أما ثانيا فهي حالة التنسيق الأمني التي تقودها مع الأسف السلطة الفلسطينية في رام الله والتي جعلت المؤسسة الإسرائيلية عبر العصة الثقيلة التي تنزلها هذه السلطة على شعبنا لدرجات ليس أننا لا نلوم أهل بغداد ولا أهل دمشق ولا أهل القاهرة ولا أهل عمامنا الخرج للتظاهر أصبح أهل رام الله وأهل نابلس وأهل جنين غير قادرين على الخروج للتظاهر نصرة للأقصى بسبب العصة الثقيلة للسلطة الفلسطينية التي هي إفراز من إفرازات أسلو المشؤومة وأما العنصر الثالث من عناصر هذا الطمأنة التي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية فهي وجود تيار فلسطيني له ممثلين في الكنيسة الصهيوني بل إن هؤلاء باتوا الآن جزء من الائتلاف الحكومي الصهيوني هي اسمها القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس هؤلاء الآن جزء من الائتلاف الإسرائيلي الحكومي بالتالي لما المحيط الإسلامي ولما الواقع الفلسطيني ولما الواقع الفلسطيني الداخل وكأن كل هذه رسائل للحكومة الإسرائيلية أن يفعلوا ما شئتم الأمر قد لا يتطلب حتى مجرد بيان شجب أو استنكار ماذا يمكن أن تفهم المؤسسة الإسرائيلية حينما يقف كاتب ويشكك في المسجد الأقصى المبارك يقول المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في القرآن ليس هو المسجد الموجود في القدس هو مسجد موجود في الجعرانة قرب مكة المكرمة هذا الكاتب لما لا يقطع لسانه على هذه الفرية على كتاب الله جل جلاله وعلى بركة ومعجزة الإسراء والمعراج إلى القدس الشريف فهو إذن ليس سيتجرأ بل سيتجرأ غيره بل إن المؤسسة الإسرائيلية نفسها ستدرك أن هناك يعني ظروف مواتية لاستمرار الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك نعم ما تفضلت به أمر مهم الشيخ كمال كل نقطة من هذه النقاط من مشجعات التهويد للأقصى والقدس سواء التطبيع التنسيق الأمني كما تفضلت وجود تيار فلسطيني من الداخل المحتل في الكنيسة الإسرائيلي تحتاج إلى مزيد من التفصيل يعني أتخيل مثلاً أو لا أستطيع أن أتخيل أن يأتي بعض العرب للصلاة على القبلة اليهودية يعني كما جرى مؤخراً من بعض الزائري الكيان الصهيوني مع الأسب الشديد هذا لم يكن وارداً ولم يكن وارداً ما تفضلت به كتاب يتكلمون عن أن الأقصى ليس في فلسطين ويحاولون تحطيم مفاهيم وعقائد عند المسلمين منذ قرون طويلة مرة أخرى كما قلت نعم هذه مصطلحات ليست فقط أنها تخرج من فم أشخاص عاديين هؤلاء الذين يتحدثون بلهجة التشكيك عن المسجد الأقصى المبارك هم كتاب مرموقون ولهم آذان صاغية في مواقع اصدار القرار والحكم في البلاد التي يعيشونها حينما كان الحديث عن اتفاقية أبراهم التي مر عليها سنة قبل ثلاثة أيام كان هناك احتفال بمرور عام على اتفاقية أبراهم التي وقعتها بعض الدول العربية مع المؤسسة الإسرائيلية لكن حتى لا يصاب المشاهد الكريم بالدهشة يقول إن الاحتفال بذكرى اتفاقية أبراهم قد جرت على أراضي مقبرة مأمن الله في القدس الشريف أربع سفراء لدول عربية مطبعة شاركوا على مقبرة مأمن الله مقبرة مأمن الله لمن لا يعلم تقع فيها القدس الغربية مساحتها مئتين دولوم فيها قبور لصحابة أجلاء رضي الله عنهم قبور لتابعين رضي الله عنهم قبور لعلماء من أعلام العلماء قبور لآلاف من المسلمين الذين قتلوا خلال الاجتياح الصليبي للمسجد الأقصى المبارك فإذا كانت المؤسسة الإسرائيلية عبر وزارة خارجيتها تحتفي طبعا بوجود كوشنير ووجود إذنكا ابنة ترامب كل هؤلاء حينما يحضروا احتفالا على أرض مقبرة إسلامية هم إذن سيشعروا بأريحية يشعروا بطمأنينة يشعروا بأن لا أحد سيغضبهم ولو ببيان قبل سنوات مضت كنا نعيب على زعماء العرب والمسلمين أنهم يكثرون الشجب والتنديد والاستنكار الآن بيتنا نتمنى عليهم أن مجرد بيان حتى هذا انخرسوا عنه مجرد استنكار حتى هذا صمتوا عنه مجرد تنديد حتى هذا نظر للشيطان صوما وبالتالي هذه ولا شك كلها تمثل إفراز من إفرازات المرحلة لكن أنا أقول لهؤلاء الحقيقة أقول لمن يظنون بأن بصمتهم هذا سيعفهم من المسئولية أقول لهم إن القدس هي من تصدر وإن المسجد الأقصى هو من يصدر شهادات إما أن يكون صاحبها في قائمة الفخار وإما أن يكون صاحبها في قائمة العار من ينتصر للقدس وللمسجد الأقصى المبارك حتما سيحجز له موقعا في قامة المجد والفخار ومن يتأمر على القدس والأقصى ومن يطعن في الظهر في القدس والأقصى لن يكون له مكان إلا في قائمة العار القائمة التي ضمت الصالح إسماعيل من قبل التي ضمت شاور من قبل التي ضمت كثيرين ممن يوما من الأيام وقفوا إلى جانب أعداء الأمة لما تحالفوا مع الصاليبيين الذين دنسوا واحتلوا المسجد الأقصى المبارك في المرة الأولى في العام 1099 للميلاد نعم لكن ماذا بعد شيخ كمال هل الشعب الفلسطيني قادر على ترسيخ هذه المعادلات وقلب الطاولة مرة بعد أخرى على كل المطبعين ومن خلفهم الاحتلال بكل تأكيد يقينا أن الله جل جلاله قد اختار هذه الأرض المباركة واختار فيها شعبا يسكنها ويعلم هذا الشعب أن هذه منة وعطية من الله عز وجل ليس الشعب الفلسطيني أفضل من الشعب اللبناني ولا من الشعب العراقي ولا من الشعب الأردني ولا من الشعب الجزائري كلهم عرب مسلمون لكن اختار الله عز وجل لهذه الأرض هذا الشعب الفلسطيني الذي بمجاورته للقدس والمسجد الأقصى المبارك وبعيشه في هذه الأرض المباركة عليه أن يعلم أن هذه نعمة تستوجب منه الشكر نعمة أن يسكن في الأرض المباركة تستوجب الشكر والشكر يجب أن يكون وهكذا يفهم شعبنا الشكر يتمثل بالرباط في المسجد الأقصى المبارك والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والتسييج عن المسجد الأقصى المبارك وأن يكون شعبنا هم صمام الأمان وهم الحائط الواقي والسد المنيع أمام مشاريع التهويد للمسجد الأقصى المبارك كما تفضلت في مقدمتك البلد الإسرائيلية في العام 2000 ظنت أنها سترى شارون يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك ويخرج دون أن يحدث شيء وإذا بها انتفاضة تعم الأرض الفلسطينية كلها سميت انتفاض الأقصى كذلك الحال كان في شهر أيار الأخير وإذا بها هبة مباركة تعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي وفي كل مرة ورغم التطبيع ورغم التجديد الفكري ورغم التنسيق الأمني ورغم عذرا خيانة زعماء ورغم صمت وانخراس علماء الأمة الصامتين علماء الأمة أذكرهم أقول لهم إن المسجد الحرام هو شقيق المسجد الأقصى المبارك إذا نسيتم وإنه شقيق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيتم وإن القدس شقيقة مكة وشقيقة المدينة فمن يقبل أن يبتعد الشقيق عن أشقائه وأن تحرم الأخت من أخواتها أيها العلماء أنتم اليوم في الامتحان الصعب إما أن تنتصروا للقدس والمسجد الأقصى المبارك ولو خالف هذا من أنتم تحت ولايتهم من الزعماء وإما أن التاريخ لن يرحمكم لا لشيء إلا لأن صلاح الأمة مربوط بفئتين الأمراء والعلماء أيها العلماء أنتم ما تزالوا محطة أنظار الأمة في أن تقولوا كلمة حق والأمة أنا على يقين أنها ستسمع لكم كلمة حتى الزعماء حتى القادة حتى الملوك حتى الأمراء أنا أقول بشكل واضح إن شعوبنا الخيرة رغم غضبها ورغم حزنها ورغم آلمها ورغم جراحها ورغم الطغيان والظلم التي تعيش إذا رأت في الحكام موقفا جادا حقيقيا صادقا مصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك ستسامحهم ستنسى كثيرا من ظلمهم ستنسى كثيرا من تقصيرهم ستنسى كثيرا من سلبيات أدائهم للدور بالتالي هي فرصة القدس والمسجد الأقصى المبارك هي فرصة للزعماء في أن يفتحوا صفحة جديدة في العلاقة مع شعوبهم عنوان هذه الصفحة نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك على ذكر هذا الموضوع المهم الشيخ كمال مؤخرا طالبتم الأوقاف الإسلامية في القدس بمراجعة سياساتها لماذا؟ أقول بلا تردد نعم أنا طالبت الأوقاف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بإعادة مراجعة وتقييم دورها لا لشيء إلا لأن كل من يعيش الجو الحالي في المسجد الأقصى المبارك من أبناء شعبنا يدرك أن هناك أمور بحاجة إلى تفسير غير مفهومة الأداء الذي تمارسه بعض الشخصيات في دائرة الأوقاف بات أداء يفرض ألف سؤال وسؤال وهذا شيء ليس جديد ليس جديد حينما كان يتم مبادرة هؤلاء لمحاولة إسكات من يرفعون أصواتهم في المسجد الأقصى المبارك في وجه المدنسين من الإسرائيليين حينما بات الحديث واضح عن نقل موظفين عن نقل حراس بل عن فصل ما الذي يجري ما الذي يجري أمام تغول المؤسسة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك لذلك أنا قلت وأكرر الإخوة في دائرة الأوقاف أنتم تتمتعون بمصداقية تتمتعون بموقف قوي شعوب الأمة كلها خلفكم شعبكم الفلسطيني خلفكم فإياكم والضعف إياكم والتراجع وبالتالي ما يحصل في دائرة الأوقاف مرده إلى ما يحصل في وزارة الأوقاف الأردنية وفي دائرة الحكم من خلال الوصاية التي أوصي بضرورة الحفاظ عليها وتقويتها ودعمها لأن كل الأمة على حالة إجماع بضرورة تعزيز هذه الوصاية بالتالي لماذا لا تكون المواقف القوية التي تجعل المؤسسة الإسرائيلية تفكر ألف مرة إذا أقدمت على أي خطوة باتجاه استهداف المسجد الأقصى المبارك ولسيما أن الاحتلال الصهيوني رأى ما يسوءه في الهبة الأخيرة وكل الشعب الفلسطيني وشعوب العالم كانت خلف الأقصى ومناصرة لقضية القدس أنتقل للقطة الثالثة في حديثكم من النقاط التي تشجع الاحتلال وتفتح شهيته على اقتحام الأقصى وتدنيسه يوما بعد آخر وهي مشاركة تيار فلسطيني موجود بالداخل الفلسطيني المحتل بانتخابات الكنيسة طبعا نحن نعرف أن الحركة الإسلامية التي حضرت في نوفمبر عام 2015 وأخرجت من القانون كما ذكر في القرار الإسرائيلي كانت ترفض وما تزال ترفض المشاركة في هذه الانتخابات وحتى يفهم المشاهد العربي والعراقي هذه المسألة لماذا ترفضون ولماذا تنتقدون المشاركين في الكنيسة الإسرائيل نعم يعني باختصار لكن بوضوح في العام 1996 حدث انقسام الحقيقة في الحركة الإسلامية سبب أو أحد أسبابه الرئيسية أن هناك تيارا اختار أن يشارك في انتخابات الكنيسة الصهيوني نحن ونعتز ونحمد الله ألف ألف مرة أننا كنا في اتجاه آخر معاكس ورفضنا الدخول ولا المشاركة في انتخابات الكنيسة الصهيوني ولذلك مع الأيام عقبنا على هذا الموقف الذي كان يوزيه انتصارنا للمسجد الأقصى المبارك ورفعنا شعار وصيخ صرخة ونداء أن الأقصى في خطر في العام 2015 تم حضرنا وإخراجنا خارج القانون بل واعتبارنا تنظيما إرهابيا تتم ملاحقة بالمقابل بقي تيار آخر شارك في الانتخابات له ممثلين في الكنيسة الإسرائيل منذ العام ستة تسعين لكن في هذه السنة ذهب هؤلاء بعيدا عبر وجودهم ضمن الاتلاف الحكومي برئاسة اليميني المستوطن النفتالي بنت هذا الحقيقة أمر عجاب أمر عجاب أن يصبح أبناء التيار الإسلامي الذين في الأصل يعني سلم أو رأس سلم اهتمامهم مواجهة المشروع الصهيوني الذي يدنس أرضنا وإذا بالأمر يتحول لأن يصبح أبناء المشروع الإسلامي أو قسم منهم داعمين للمشروع الصهيوني ومركب المركبات ائتلافه الحكومي أولا أنا أبرؤ الله عز وجل من فعل هؤلاء وأقول إن هذا مرده إلى التدخلات على ما يبدو لأنظمة ولدول شجعت هذا التيار من أجل أن يخطو هذه الخطوة هؤلاء يريدون أن يبحثوا عن الفتات عما يلقى على الموائد أو خلف الموائد بزعم أنهم يريدون تحصيل ميزانيات من أجل تعبين شوارع من أجل بنية تحتية من أجل على حساب ثوابتنا في المسجد الأقصى المبارك على حساب هذه القناعات التي نحملها في وحدانية حقنا في القدس والمسجد الأقصى المبارك لذلك أنا أقول لكل العرب المسلمين إذا سمعتم يوما من الأيام عن عضو كنيسة الصهيوني في الكنيسة الصهيوني عربي ومسلم ويتحدث في اسم الحركة الإسلامية نبروا إلى الله عز وجل من فعل هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون المشروع الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد من رضي أن يكون ختمة بيد بنت من رضي أن يكون مساهما في تمرير قوانين تشرع للاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك وعلى أهلنا في الضفة وفي غزة هؤلاء أبدا نبروا إلى الله عز وجل من فعلهم نبقى في نفس النقطة الداخل المحتل بين خطر التهويد وخطر الترحيل يعيش الفلسطينيون في الداخل المحتل منذ أكثر من سبعين عاما شيخ كمال وما يزال الإصراض الفلسطيني والبقاء الفلسطيني هو الأقوى في مواجهة سياسات الاحتلال كيف تعززون صمود الفلسطينيين لمزيد من البقاء والصمود في وجه سياسات الاحتلال الحقيقة أن بقاء مئة أربعة وخمسين ألف فلسطيني في العام ألف وتسعمائة ثمانية واربعين في أحداث النكبة كان يمثل قدرا ربانيا الله عز وجل اختاره هؤلاء المئة أربعة وخمسين ألف فلسطيني هم اليوم ما يقرب من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني يسكنون في الداخل الفلسطيني من أقصى النقب جنوبا إلى أقصى الجليل عند الحدود اللبنانية شمالا هؤلاء الفلسطينيون يمثلون اليوم عشرين بالمئة من مجموعة السكان في إسرائيل لكنهم في الحقيقة دائما وأبدا يعيشون حالة استهداف ومشاريع مسخ هويتهم وتدويبها بل وأسرلتهم لم تتغير منذ العام ثمانية وعربين وحتى الآن بل هي تأخذ زخما جديدا في ظل ملامح الصحوة الدينية القومية الوطنية التي ظهرت في أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني واليوم الحمد لله شعبنا في الداخل أثبت بصموده وصبره ورباطه ودوره المبارك في نصرة المسجد الأقصى المبارك أنا أقول حينما منع أهل غزة من الوصول إلى القدس ويمنع أهل الضفة الغربية من الوصول إلى القدس بل قسم من أهل القدس ممنوعون بعد بناء الجدار الذي فصل مئات آلاف المقدسيين عن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك الله قدر أننا نحن فلسطينيين والداخل الوحيدون القادرون على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بالتالي شعبنا حمل هذا الهم وحمل الراية وقال أنا أسد وأنوب مناد وما أسد شعبنا بل أمتنا كلها في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك صحيح كما قلت دفعنا بسبب ذلك ثمنا كان منه حظر الحركة الإسلامية كان منه إلى الآن ما يزال أخي الشيخ رائد صلاح قابعا في السجن الإسرائيلي ما تعرضت له أنا في شهر أيار واعتقالي ثم إبعادي فرض قيود كثيرة علي وغير كثير ثلاثين مؤسسة وجمعية خيرية بكافة التخصصات العلمية والإغاثية والصحية والرياضية كلها أغلقت بسبب أنها كانت مجندة في دعم المشروع الإسلامي وخدمته وبالتالي خدمة المسجد الأقصى المبارك نحن لا نعيش في ظرف عادي أنا بصراحة أقول نحن نعيش في بطن الحوت والمؤسسة الإسرائيلية دائما ترى فينا خطرا استراتيجيا وقالوا هذا بل قالوا إننا سرطان في جسم الدولة العبرية وكانوا ينظرون إلى اليوم الذي فيه يريدون التخلص مننا عبر مشاريع الترحيل ما يسمى الترانسفير لكننا نقول لهم نحن في هذه الأرض ولدنا وفي هذه الأرض نموت لن يتكرر مشهد الترحيل في العام 1948 لن نحمل أبناءنا على أكتافنا ولن نحمل خيامنا على ظهورنا ونيمم شطر الشمال أو الشرق أو الغرب هذه أرضنا فيها نحية وفيها فقط نموت لا خيار لنا خيار بالتالي هو الصبر والرباط يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ألا تعتقد أن ما جرى مؤخرا في الهبة الأخيرة دليل على فشل سياسات الاحتلال على مدار العقود الماضية نحن رأينا حتى كما قال المراقبون مناطق لا تعرف بالتزامها أو بوجود أو حضور الحركة الإسلامية بقوة فيها هبت من أجل المسجد الأقصى المبارك وشاركت بفعالية ضد سياسات الاحتلال وهذا بحد ذاته هو الدليل القطعي والقوي على أن أبناء شعبنا حتى وإن ابتعد البعض منهم عن الالتزام الديني وأداء الفرائض أو حتى المظهر الإسلامي إلا أن حب القدس والمسجد الأقصى المبارك معشعش في داخلهم المسجد الأقصى المبارك ليس فقط هو رمزية دينية نعم هو رمزية دينية في الدرجة الأولى لكنه كذلك يمثل رمزية وطنية فمن الناس من ينتصر للأقصى باعتباره رمزية دينية ومنهم من ينتصر له باعتباره رمزية وطنية وبالتالي المساس في المسجد الأقصى المبارك في كل مرة يعود ويؤكد المؤسسة الإسرائيلية أن إياكم المسجد الأقصى المبارك لكن يبدو أن الغباء هو سيد الموقف الآن أو أن الغرور هو الذي يجعل هؤلاء لا يتعلمون الدرس ولا يستفدون مما حصل في الماضي ولذلك شعبنا دائما يقول لهم وإن عدتم عدنا إن عدتم لاستمرار الاستهداف للمسجد الأصل المبارك سنعود للدفاع عنه نحن لا نعتدي على أحد ولا نملك أصلا وسائل الاعتداء على أحد وإنما حقنا في أن ندافع عن مسجدنا ويتمثل هذا بشكل واضح بشد الرحال إليه والرباط فيه نعلم أبنائنا وبناتنا وأطفالنا حب المسجد الأقصى المبارك نرضعهم حب المسجد الأقصى مع أول جرعة حليب يرضعها الطفل منا من أمه وبالتالي فأنا أقول للمؤسسة الإسرائيلية أنتم في كل يوم تقامرون بمصير شعبكم عبر استمرار استهداف المسجد الأقصى المبارك لن يفرط شعبنا في المسجد الأقصى المبارك مهما كان الثمن نعم لن يفرط شعبنا على الرغم شيخ كمال أن هناك زيادة كبيرة في وطيرة الاقتحامات من الجماعات الدينية المتطرفة وهناك كما قلنا قبل قليل ما يسمى بالتأسيس المعنوي للمعبد أو للهيكل وهناك محاولة استثمار للعوامل المساعدة والمشجعة على مزيد من الاقتحام والتدنيس ما المطلوب اليوم كي لا نقع أو نبقى في مربع الهبات المؤقتة الموسمية كما كان يجري في السنوات الماضية ما المطلوب كي نستطيع تعزيز المعادلات التي خطها شعبنا الفلسطيني في الهبة الأخيرة يعني إذا سئلنا عن ما هو المطلوب فهنا يمكن الحديث أن نقول المطلوب من القادة من الحكام من الزعماء سبق وتحدثت عن هذا في البداية أقول هؤلاء حقيقة أنني لا أطالبهم بشيء لا أطالبهم بشيء لأني أعلم أن أجندتهم تختلف تماما وأنهم ليسوا مشغولين في المسجد الأقصى المبارك والقدس لا بل إنهم جزء من عناصر إضعاف قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك عبر مشاريع التطبيع التي يقيمونها مع المؤسسة الإسرائيلية وهم يعلمون كيف أن المؤسسة الإسرائيلية في كل يوم تدنس المسجد الأقصى المبارك ومع ذلك هم مصدون على التطبيع لذلك هؤلاء لا أطالبهم بشيء لا أطالبهم لأن الحقيقة من تطالبه هو الحي أما الميت فلا تطالبه هؤلاء أموات أما الشعوب أنا أتفاهم كذلك أن أولوياتها الآن ليست في انتصارها للمسجد الأقصى المبارك ليس لعدم حبها له ليس لعدم رغبتها في مساندته ولكن أولويات الشعوب الآن الحقيقة هي في إزاحة هذا الكابوس الذي اسمه أنظمة الظلم والقهر والاستبداد التي تفرض نفسها بالقمع والقتل والدمار والتهجير والمذابح لشعوب العرب والمسلمين لذلك الشعوب الآن همها الأول وأولويتها في الخلاص من هذا الذي تعيشه عند ذلك وأنا على يقين أن هذا سيحصل إن شاء الله بتغيرات إيجابية ستكون في المنطقة عند ذلك شعوبنا ستعرف كيف تتجه البوصلة نحو قضية المسلمين الأولى والعرب قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك وهذا بالمناسبة ما حذر منه دائما قادة المشروع الصهيوني وفي مقدمتهم رئيس الدولة قبل الأخير شمعون بيرس السياسي الإسرائيلي المعروف لما كان يقول نخطئ نحن الإسرائيليين إذا ساهمنا في تحويل قضية الصراع بيننا وبين العرب والمسلمين إلى قضية دينية يجب أن تظل قضية قومية قضية وطنية قضية سياسية أما تحويل الصراع إلى صراع ديني هذا يعني أننا سنكون في مشكلة في مواجهة ليس مع 14 مليون فلسطيني ولا مع 400 مليون عربي سنكون في مشكلة جدية مع 1700 مليون مسلم وهم لهم حق في المسجد الأقصى المبارك طبعا وهذا ما تفعله جماعات الهيكل والمعبد بغبائها وبإصرارها على أخذ الحكومة أيضا المتطرفة إلى مزيد من التدهور إن شاء الله في تحديها للشعب الفلسطيني شيخ كمال أخيرا اللقاء معكم يطرح كثير من التساؤلات في الحقيقة أنتم لكم مواقف وأراء واضحة تجاه كثير من الموضوعات غير فلسطينية حتى بمعنى لا تعجبكم مثلا السياسة الخارجية لإيران في قولها بأنها ستحرر القدس وبأن هناك جيشا من أجل تحديل القدس لكن في المقابل نرى أن هذا الجيش يأتي إلى القدس عبر صنعاء وعبر دمشق وكذلك بغداد وهذه العواصم كلها كان لابد أن يمر بها جيش القدس وصولا إلى القدس المحتلة وهذا طبعا بالتأكيد لا ينطلي عليكم أنتم أبناء القدس وأبناء فلسطين للمرة الألف بل المليون بل ما حييت سأظل أحمل قناعة أن جيش القدس الذي قيل يوما أنه سيحررها قد فقد البوصلة وتوجه نحو حلب وصنعاء ودمشق وبيروت وطبعا بغداد لذلك من يؤمل خيرا بهذا المشروع بأنه سيكون مشروع تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك عبر قتل ملايين السوريين وتهجيرهم وهكذا الحال في اليمن هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مشروع تحرير حقيقي للقدس والمسجد الأقصى المبارك وبالتالي شعوبنا المباركة الخيرة فهمت وتفهم جيدا أن هذا المشروع له بعد القوم الخالص وأما قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك فكانت شعارا يراد من خلاله كسب عواطف الشعوب من يريد أن يصل إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك الطريق سهل وسهل جدا لكن كل ما يجري من أحداث ومن تداعيات وتحديدا ما حصل في سوريا في بلاد الشام العزيزة في العشر سنوات الأخيرة أثبت أن البوصلة منحرفة جدا وبعيدة كل البعد من أن توجه نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك نعم وهذا ما قلتموه أيضا لنصر الله عندما قلت لا نريد تحرير فلسطين على حساب دماء السوريين على ذكر القضية السورية طبعا قلتها وكدها اليوم وفي كل يوم من يريد أن يحرر القدس وثمن تحرير القدس بين هلالين ذبح السوريين واغتصاب نسائهم وإهانة شيوخهم وتدمير مدنهم وتهجير ملايينهم لا لا نريد القدس التي تأتي عبر هذا الطريق أبدا كرامة المسلم ودم المسلم وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة وأعظم إذن هي من حرمة المسجد الأقصى المبارك من يعظم حرمة المسجد الأقصى المبارك لابد أن يعظم حرمة المسلمين والمسلمات ولذلك القدس عزيزة وخيرة وصادقة وشريفة من يريد أن يدخل اعتباتها من هذا الباب فمرحبا به وإلا فلا تقبل القدس أن تكون شعارا تختفي خلفه أجندات كثيرة ولا أن تكون راية يتغطى بها البعض من أجل تحقيق مكاسب ضيقة ضعيفة بعيدة كل البعد من أن توصل صاحبها إلى عتبات وأبواب المسجد الأقصى المبارك اسمح لي أخيرا الشيخ كمال أنا أسألك ما سر التفاؤل الذي يتمتع به الشيخ كمال الخطيب على الرغم من كل هذا القتام الموجود في المشهد العام الفلسطيني والعربي والإسلامي المسلمون يقتلون في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كشمير وفي الهند وفي كل مكان هناك مذابح بحق المسلمين ولكن هناك أيضا تفاؤل بأن النصر قادم ما سر ذلك؟ ليس سرا هذا أبدا هي أولا طمأنينة داخلية أسأل الله أن يزيدها ولكن فيها في نفس الوقت هي قراءة لسنن الله في الكون ولنموس الله جل جلاله في تبادل الحضارات في ارتقاء أقوام وفي الحط من آخرين وتلك الأيام ندولها بين الناس نحن بعد أيام سنكون في ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حال العرب قبل مولده عليه الصلاة والسلام من تردي اجتماعي وأخلاقي وفكري وسياسي وعلى كل المستويات فجاء المولد الشريف ليمثل نقلة نوعية في رفع العرب إلى مستوى أن يكون قادة الدنيا بعد إذ كانوا عبادا للصنم والحجر أمة العرب والإسلام اليوم برغم ظروفها الكثيرة هي على موعد مع ميلاد جديد إن شاء الله هذا ليس تفاؤلا فقط إنما هي كما قلت قراءة في صيرورة أحداث الأمم والحضارات المسجد الأقصى المبارك مكث تسعين عام تحت الاحتلال الصليبي ورحل الصليبيون أربع وسبعين عام على المشروع الصهيوني ليست كثيرة سيرحل هذا المشروع بإذن الله عز وجل بالتالي أنا على يقين أن الربيع العربي الذي قيل يوما أنه قد انتهى وأنا مع أن هناك ثورات مضادة انقلبت عليه وطعنته ولو على حساب ملايين من العرب والمسلمين هجروا أو شردوا لكن الربيع العربي في قادم الأيام سيكون بنمط جديد سيكون ربيعا إسلاميا خالصا إن شاء الله نعم أنا أنظر إلى المستقبل بأمل وأطلب من كل من يريد أن يشاركنا الرأي أن يتريث إن شاء الله ليجد أننا بين يدي إرهاصات كثيرة كلها تصب في هذا الاتجاه إن شاء الله أشكرك جزيلا الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة في الداخل الفلسطيني المحتل كنت معنا عبر الأقمار من الناصرة نصرها الله شكرا لك أستاذ كمال شكرا لكم على طيب المتابعة أزان المشاهدين في هذا اللقاء الخاص تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة